أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان وأنها ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال وأضاف السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أن ثورة 30 يونيو رسخت مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف وتابع في العيد السابع لثورتنا المجيدة وأكدوا أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه مجددا العهد على المضي في معركة العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية